السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين يا ربكم بخير بالنسبة اللي بتفرج عليها الاول مرة ما ينساش اللايك ويشترك في القناة واهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد كل ما يخص الالكترونيات والترددات الفضائية والاحتاس الرياضية قناة قديدة زهرت على النايل ساعة هنضفها مع بعض النهاردة القناة من الواضح انها تبقى برامج مميزة وبرامج جميلة جدا كلنا عارفين عشان نضيف اي قناة على الرسيفر كل اللي بنعمله بنضغة من الرموت على زرار المينيو ولو القيمة اللي عمد بالعربي او اي قيمة خلاف اللي انا هشرح عليها للفيديو بتاع النهاردة تقدر تدخل على الشرحات اللي انا بقدمها على قناتي وحضرتك هتستفاد من الشرحات اللي انا بقدمها لكل انواع الاجهزة ولكل انواع شاشات العرض بالنسبة لقيمة السان بلاس اللي قدام حضرتكو بنضغط على زرار المينيو ونتحرك بالسهم اليمين والشمال هنلاقي كلمة تركيب نضغط على اوكي وننزل على قيمة قيمة الترددات نضغط اوكي عشان نضيف القناة بتاعتنا اما بالنسبة لحالة القيمة الانجليش وده اللي هنكمل مع الشرحة بتاع النهاردة كل اللي بعمله بضغط من الرموت على زرار المينيو واختار كلمة انسليش هنضغط على اوكي وادخل على ترانسبوردالليست اضغط اوكي عشان اضيف التردد بتاعه وفي حالة ما كلمة انسليش هنم الظهرة معايا كل اللي بعمله بضغط من الرموت على زرار المينيو واتحرك بالسهم اليمين والشمال هنلاقي كلمة انسليش هنظهرت معايا اضغط على اوكي وبعدها ندخل على ترانسبوردالليست اضغط اوكي هازهر لقيمة الترددات كل اللي بعمله بضغط من الرموت على الزرارة الاحمر واكتب التردد بتاعي عشرة سبعة اتنين تلاتة وبنزل تحت معدل الترميز بخليه سبعة وعشرين الف وخمسمية والقود بها بنزل اغارة بخليها هرزين تلا او اتش واضغط اوكي عشان احفز التردد بتاعي باجي للخطوة اللي بعد كده بضغط من الرموت على الزرار الازرق هيزهر اللي قيمة فاعل اسكان او كلمة اسكان من فوق اللي قدام حضراتك ديا كل اللي بعمله بضغط اوكي ما بغيرش اي حاجة خلاص في القيمة الفرعاديا وبضغط عليه اوكي وبالتالي الجهاز هيبحث معي التردد وبكده القنوات نزلت على الجهاز بعد كده بضغط اوكي عشان احفز القنوات اللي نزلت وانتظر سواني الجهاز هيقول لداتا سيفنج او جاري حفز البيانات وبعد كده بخرج بزرورة واستعرض قيمة القنوات بالاوكي عشان الاقي في اخر الجهاز قناة جميلة جدا مكتوب عليها مصر اليوم واللوجو بتاع القناة مكتوب عليها مصر اليوم وبتعلن عن نفسها انها تفتح قريبا ومن الوضع في ده ان القناة دي انها تبقى برامج مميزة وفي انتظر ان شاء الله المحتوي اللي هي تقدم على النيلسات وان شاء الله يكون قناة جميلة ومتميزة موجودة على تردد عشرة سبعة اتنين تلاتة معدل الترميز سبعة واشن الف خمسمية والخطبية او او افقي او ممكن اضيف التردد عشرة سبعة اتنين سبعة معدل الترميز سبعة واشنين الف وخمسمية والخطبية او او افقي يعني سواء عشرة اتنين سبعة او عشرة اتنين تلاتة مش هتفرق. التردد كده كده يستقبل معي وتردد اشارته عليه وسيبتها لجماعة الاجهزة. وده كان التردد بتاع النهاردة. ان شاء الله استناني في ترددات تانية جديدة. واللي مش ركش في الخناة يشترك يلا عشان يوصل له كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.